الجماعة اللي بيروحوا الجيم وانا كلمتك مرة في الموضوع بياخدوا مكملات غزائية حيبتدي هو وبابا وخناء قدامي ده يقول له ودي ما بتأثرش طبقا بين الشارع والبايع ولا مش عاب فاقه يفتح الله كله على عينكتاك يرغم عامل وظيفة الوظائف الكبد ويعمل تحليل سائل منه والله العظيم لو طبيعي شكرا روح ياب نكمل الجيم بتاع اكتشفنا ايه حاجة حديثة جدا من البتاع ده انه مش بياخدوا اندرج اللي هو الهرمون الزكورة اللي بيحلوه يعملوا عضلات وكده بياخدوا بي 12 بي فيتامين بي 12 بس بي 12 حقا بياخدوها ابتدت تطلع حاجة اسمها شبيه حب الشباب فاحنا برضو عقيد تاني قبل ما تروح انت وباباك واخناء لا ما تروحش الجيم بس فينا سولة دكتور مواصب على بيت والفيدي اسبوعيا اه اسبوعيا اه انا عارف بس مش مش شوت كبيرة بيت ناشط ده مفيدة جدا 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 يبا احنا لان نكمل فيتامينات اللي بيتاخد من السوق دلوقتي عشان الكورونا رهيب يعني الناس زي المصانع هتبطل وتقعد تشتغل في الفاكسين اليومين دول كله حيقلب يشتغل في الفاكسين بالملايين طلبات فاكسين كتيرة نرجع تاني ونقول الشعر بيقع وظيف كبد وكمبيت بلاد بيكتشر سيب الشعر بقى اي حاجة شعر يبقى هي دي واحد اتنين تلات ده انا عندي كمان هتطور شوية زي ما بيقولوا انا لو عندي حاجة طلعالي مش عارف لها حالة معامل الباثولوجي كتيرة جدا ياخد عينا يعني عمره ما حيقوله لا لان اخدان العينا برضو تلاتة اربعة طريق اختصر نعيد تاني انا كل اللي انا بطلبه ان بدل ما نضيع اسبوع تاني في التحاليل وا 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 نروح جاهزين بالتحاليل فالتفكير بتاع الدكتور هيتغير خالق خالق